السلام عليكم أعزائي المتابعين أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة لهذه الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم حبيت أتكلم معكم في موضوع من القلب إلى القلب من زمان صراحة كان خاطر أتكلم في هاي الموضوع وسبب طرحي اليوم لهذا الموضوع هو أني أنا خلال الفترة الأخيرة كنت أستلم مسيجات كثيرة على اليوتيوب على الكومنس مع اليوتيوب حتى إيميلات وساعات أيضا على الإنستجرام في ناس كانت تسألني عن البرامج اللي أنا أقدمها ولا أسوي حلقات عنها ناس كثيرة كانت تسألني وتتواصل معاي وتقول لي شون تقدر تحصل هاي البرنامج بالمجان أو نسخة غير قانونية من هاي البرنامج أو وين اللينك اللي أنا ممكن أحصل منه هاي البرنامج بدون ما أدفع أي مبلغ عليه فحبيت اليوم أوضح لكم مدى خطورة هذا الأمر خاصة إذا كنت أنت من متابعين هذه القناة وأكيد يعني أن مجال عملك هو مجال الهندسة الصوتية ومجال الموسيقى والتوزيع أو ما شابه فحبيت حلقة اليوم أشرح فيها مدى خطورة هذا الأمر ليش البرامج الغير قانونية أو البرامج المسروقة أنا أحب أسميها ليش استخدامها جدا خطير وخاصة مننا إحنا اللي قاعدين نشتغل في هاي المجال بس عشان تكون الصورة واضحة يا جماعة خلونا الأول نتكلم عن البروسس أو عن الخطوات اللي تأخذها هذه الشركات في صناعة البلغين أو صناعة هاي البرنامج صناعة البرامج يا جماعة أو السوفتوير بشكل عام مو شرط يعني ليه علاقة في الموسيقى أو في التسجيل هاي البزنس بزنس جدا مكلف وياخذ وقت وصناعتها جدا جدا صعبة عساس أنك أنت تسوي أي برنامج لازم يكون عندك فريق من المصممين لازم يكون عندك فريق من الريسيرتش أو اللي هم اللي يسوون البحث في هاي الموضوع وعندك أيضا فريق من المبرمجين وهاي طبعا يعني ممكن تكون أكبر تكلفة هي برمجة البرنامج نفسه أو كتابة الكود اللي يشغل هاي البرنامج وهاي الفريق وهاي العملية كلها قد تأخذ ست شهور سنة أو أكثر أحيانا عساس أنك أنت تحصل البرنامج بالطريقة اللي أنت تشوفها في النهاية فبعد ما تتم عملية البرمجة أيضا تحتاج إلى بجت أو ميزانية كبيرة جدا لتسويق هاي البرنامج خاصة اليوم لأنه اليوم في بلغينز كثيرة مليانة السوق فشلون أنت تقدر تميز البرنامج اللي أنت اشتغلت عليه كلها الفترة من البرامج الأخرى اللي موجودة في السوق لازم تصرف مبلغ كبير على مرحلة التسويق وهاي المرحلة ممكن هي أيضا تكون جدا مكلفة وحتى بعد إنشاء هاي البرنامج وصرف المبالغ الكبيرة جدا على مرحلة التسويق طبعا الشركة ما راح تطلقها وتخليه بس شذي وتقول لك مع السلامة هاي البرنامج بتم مثل ما هو أربع خمسة سنين قدام لا طبعا لازم الشركة تقوم بتطوير هاي البرنامج بشكل دوري عساس أنه يشتغل مع البرامج المختلفة حق التسجيل يشتغل مع الoperating systems المختلفة مثلا إذا أنت برنامج يشتغل على شركة أبل شركة أبل تطلع برنامج operating system جديد سنويا تقريبا فأنت لازم هاي البرنامج يكون متوافق مع الoperating system اللي انت قاعد تشتغل عليه فهاي أيضا معناته أنه فريق المبرمجين لازم يشتغل بشكل كبير على تطوير هاي البرنامج عساس أنه يكون متوافق مع الoperating system وكل شخص يا شباب في هاي الفريق في فريق الانتاج أو فريق development عند عائلة لازم يأكلهم عند عيال لازم يوديهم مدارس عند أجار لازم يدفع حق البيت أو حق الشقة اللي هو ساكن فيها عند تأمين صحي عند سيارة لازم يدفع قصاتها إلى آخرة من التكاليف اللي تمر على الواحد في الحياة وبعد كل هاللي تكلمنا عنه كل هالعناصر المختلفة اللي تدش في مرحلة ولادة برنامج أو ولادة plug-in فيه احتمال كبير جدا أن هاي البرنامج ما حد يشتريه أو ما حد يستخدمه فهاي بروحها risk أو مخاطرة فريق العمل يأخذها من البداية ويخليها موجودة قدامها يعني يخليها شيء معروف أنه ممكن هاي البرنامج اللي احنا قاعدين نشتغل عليه سنة ما حد يستخدمه وتخسر الشركة وما نطلع ولا فلس منه أحيان تخيل إذا أنت تجاهلت كل هاي الأمور وتخيل أنك أنت رحت ودورت على المواقع اللي تحصل منها هاي البرامج بلاش ونزلت هاي البرنامج أنت حين شنو ضريته؟ ضريت كل الناس وكل شخص في فريق العمل بشكل مباشر يعني أنت نزلت برنامج ما دفعت عليه ولا فلس وهو هاي الشخص تعب كل هالساعات وكل هالأيام والشهور عساس أنه هو يبرمج هاي البرنامج وأنه هو يشتغل عليه بطريقة احترافية عساس أنك أنت تقدر تستخدمه وتدعم هاي الشركة عن طريق شرائك لهاي البرنامج هل هذه يا جماعة في رأيكم تعتبر سرقة؟ خلونا نقارن برنامج موجود على الكمبيوتر بجهاز سنتسايزر مثلاً أو أورغ أو كيبورد أو آلة موسيقية أخرى هل تقدر أنت تاخذ هذه الآلة بدون ما تدفع عليها أي شيء وتقول لنفسك وتقول لصاحب الآلة أو والله بدفعلك بعدين لما بتريد دخل فلوس من وراء المسيقى اللي بسويها هل هاي الشيء طبيعي؟ هل تشوفون أنه هاي الشيء طبيعي؟ حاولت للأمانة أقلبها فراسي وأقول شنو ممكن الأسباب اللي تخلي الواحد اليوم ما يدفع حق برنامج ويحاول أنه يحصل عن طريق موقع أو عن طريق شخص تاني مثلاً نعطاه لينك حق البرنامج يرنزله أو الأسوأ من هاي كله يا جماعة أن الواحد يبيع لك هارد ديسك في كلها هاي البرامج هاي بعد يعني يزيد الطين بلا مثل ما نقول فشنو الأسباب اللي ممكن تخلي الواحد يستخدم هاي البرامج المسروقة؟ هل لأن الواحد ممكن ما عنده فلوس؟ طبعاً كل البرامج هذي ممكن أول شيء أنك أنت تستخدمها بشكل تجريبي يعني ممكن أنك تنزل نسخة كاملة من البرنامج ويخلونك يجرب البرنامج هاي ممكن مدة سبوع أو 14 يوم وإذا عجبك البرنامج أنت تدفع عليه الفلوس وإذا ما عجبك خلاص ما يحتاج تستخدمها فإذا كانت الفلوس هي المشكلة في أيضاً برامج كثيرة موجودة بالمجان وخاصة البرامج اللي موجودة داخل برنامج التسجيل اللي تستخدمها يعني مثلاً برو تولز لما تشترك فيه أو لما تشتري البرنامج في مجموعة كبيرة جداً من البلاجينز المجانية من الكمبريسورز من إيكيوز إلى آخره حتى آلات موسيقية موجودة فيه تقدر تستخدمها ببلاش فما أعتقد أنه فيه حجة تخليك ما تستخدم هاي الأشياء الموجودة ببلاش بدون ما يحتاج تدفع عليها أي شيء غير أنك بتدفعي البرنامج أو قيمة البرنامج نفسه عشان أنك أنت تسوي العمل أو الموسيقى اللي أنت حاب تسويها وهني لازم نطرح هاي السؤال على نفسنا إذا أنا ما قدرت أسوي الموسيقى اللي أنا أبي أسويها باستخدام هاي البرامج المجانية وين المشكلة؟ هل المشكلة فيني أنا يمكن؟ يمكن أنا ما أعرف أستخدم هاي البرنامج بالطريقة الصحيحة يمكن المهارة أصلاً مو موجودة عندي وهاي الشيء معنات الشيء؟ معنات أنه أنا لازم أشتغل على روحي وأعلم نفسي هاي المهارة بالذات أحسس أني أنا أطور من مهاراتي بطريقة خليني أسوي الموسيقى اللي أنا أبي أسويها أو أسوي العمل اللي أنا أبي أسوي دون الحاجة أني أنا أستخدم برامج مسروقة وعلى فكرة يا جماعة رفيق أغاني وفنانين أطلقوا أغاني جداً مشهورة في السوق ما أحتاجوا أنهم يستخدمون حتى بلغينز فيها يعني تخيلوا مثلاً على أيام أم كالثوم مثلاً هل كانت تستخدم فاب فلتر ولا كونتاكت؟ حتى لو كان فاب فلتر و كونتاكت موجودين في ذاك الوقت ما أعتقد أنها راح تستخدمهم بطريقة غير قانونية أتوقع أنها راح تدفع لهم صح؟ فهي الكلام كل يا جماعة يخليني أفكر وين سبب المشكلة هنا سبب المشكلة مثل ما قلنا إذا كان شيء أنا مو عارف أستخدمه أو مو قادر أن أوصل للصوت لأبي غير استخدام هاي البلاجين هنا معنات أنه لازم أخذ شوية وقت وعلم روحي أخذ كورسات أبتدي أقرأ أشوف فيديوهات موجودة على اليوتيوب أشوف الفيديوهات الموجودة في هاي القناة عساس أني أنا أعرف أني أطور من مهارة التسجيل أو المهارة اللي أنا أبي أطور منها ما هي تسجيل أو تأليف أو تلحين اللي هو لازم أقضي شوية وقت أدرب روحي وتعلم عساس أني أنا أوصل للمستوى اللي أنا أبي وإذا حبيت المساعدة في اختصار جزء كبير من هاي الطريق راح أخلي رابط دورة أسرار المكس الاحترافي في وصف هاي الفيديو واللي من خلالها نشوف شلون نقدر نستخدم البلاجينز المجانية اللي موجودة في برو تولز أو في أي برنامج آخر ونوصل أو نحصل على المستوى اللي احنا نبيه في العمل نحصل على الصوت حلو من طريق استخدام الكمبرسور والإيكيو المجاني اللي موجود في البرنامج نحصل على صوت الديلي أو الريفرب كل هذي باستخدام البلاجينز المجانية أوكي بعضكم ممكن يسألني شلون أنا أقدر أساعد في حل هذه المشكلة الكبيرة يعني أنا متأكد أن أنا مو الشخص الوحيد اللي يستخدم برامج مجانية أكيد في مئات بل الآلاف من الناس اللي موجودين حول العالم أهم اللي قاعدين يستخدمون هذي البرامج المسروقة فشنو دوري في حل هذه المشكلة أول شيء أنصحك تسوي هو لا تشارك في هذه العملية بالمرة المواقع عادة اللي فيها هاي البرامج المسروقة تعتمد بشكل كبير على الفيزيترز أو الزوار لهذا الموقع فهي تبيع إعلانات على الموقع باعتمادها على عدد الزوار لهذا الموقع فإذا ما حد زار هالمواقع إذن شركات الإعلان ما راح تصرف فلوسها وتعرض إعلاناتها على هاي الموقع فبالتالي هاي الموقع راح يسك لأنه ما يقدر يصرف على تكلفة تشغيل السيرفر وتشغيل الخوادم ويخلي هاي الموقع شغال أونلاين ومثل ما قلت لكم يا جماعة ترى فيه ناس موجودة على غروبات الفيسبوك على الإنستغرام تحاولنا هي تبيعك هاردسكات مليانة برامج هاي الشخص يعني ما رايش أقول لكم عنه لأنه هو أصلاً ما أخذ شيء مسروق وقاعد يبيعه عليك يعني هو قاعد يطلع فلوس من شيء مسروق تخيلوا هاي الشيء إذا كان في الواقع تخيل أحد يروح يبوك بيت ويأخذ الأشياء اللي فيه ويروح يبيع لك الأغراض هذي بفلوس شنو تفكيرك عن هاي الشخص؟ أحب بصراحة أسمع رأيكم في هاي الموضوع فكتبوا لي يا تحت في التعليقات فيمكن هذا الشخص يا جماعة ما يعرف يمكن تقدر تنصحها تقول لنا هاي الشيء اللي أنت قاعد تسوي مخالف للديننا مخالف لأخلاقنا مخالف للقانون يمكن يقدر يوقف هاي الشيء اللي هو قاعد يسوي وفي النهاية يا جماعة حبيت أقول لكم بما أنكم قاعدين تشوفون هاي القناة وتابعون الحلقات اللي في هاي القناة فأنتوا ناس محترمين وناس فاهمة وعارفة مصلحتها وعارفة أن هاي الشيء اللي احنا تكلمنا عننا اليوم هو شيء خاطئ مئة في المئة ويتعارض بشكل كبير مع كل مبادئنا في الدين في الأخلاق في كل شيء ممكن أنت تكون مؤمن فيه وأنا متأكد أنك أنت راح تتخذ القرار الصحيح لما ييلك شخص ويعرض عليك هاي البرامج المجانية يمكن يبيعها عليك بفلوس أنا متأكد أنك أنت راح تقول له لا أتمنى يا جماعة هذه الحلقة كانت خفيفة عليكم لأن بصراحة الكلام كان من القلب إلى القلب ما عندي حتى نوتس أقرأ منها ولا شيء ثاني فأتمنى أني قدرت أوصل هاي المعلومة لكم وإذا عندكم أي استفسارات كتبوا ليها تحت في التعليقات وأحب أسمع رأيكم في هاي الموضوع وإذا عجبتكم هاي الحلقة يا جماعة أتمنى تشاركونها مع جميع أصدقائكم عساس نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من المهتمين في هاي المجال حول العالم أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة شكرا